يا سين هو القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم أقبحون وجعلنا من أبين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا إلا تطيرنا بكم لإن لم تكنتموا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مبتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتبعوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وبرني ربي وجعلني من المقربين وما أنسلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قابلون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميل لدينا محضرون وآية اللوم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيله وأعنابه وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواد كل منا تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم ما وفهذا هم مظلمون والشمس تعدر لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم والقرار قدرناه من أستهد معاذك الحرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أو تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ضرريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا مهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنا مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا منا وزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستسيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فائلون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعمدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه دهنم التي كنتم توعدون إسلونا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوانهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينضغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وضدلناها لهم فمنا ركوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافر ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحسنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو غصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ظهيم قل يحيينا الذي أنشعها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا في أعناقهم أغلايا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون وجعلنا من أبين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مبتدون وما لي لا أعبد الذي فكرني وإليه ترسلون أتخذ من دوده آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون قوم يعلمون قوم يعلمون